مصري لكرة القدم اللي وقع عقود النهاردة مع التوأم الكابتن حسام حسن ولكابتن إبراهيم حسن بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله خلال فترة القادمة في توقيع عقود مع اتحاد الكرة وتولي المهمة الفنية وهيكون فيه مؤتمر صحفي إن شاء الله فيها العاصمة اللي داريزة ما احنا شايفين قدامنا الخبر وشوفنا دراسة الفترة الماضية منتخب الجزائر بيفوز بكاس الأمم مع مدرب وطني منتخب السنغال بيفوز بكاس الأمم مع مدرب وطني كود ديفوار على ملعبها مع مدرب وطني بعد إقالة المدير الفني الأجنبي فنتمنى إن شاء الله للتوقم حسن ولكم كل التوفيق مع اتحاد الكرة المصري التحدي الأكبر مش الوصول لكاس العالم لا كاس العالم تسع فرق من أفريقيا وهيبقى فيه نص فرقة يعني تسعة ونص الهدف الأسمى والهدف الأكبر هو كاس الأمم الأفريقية في المغرب عشرين خمسة وعشرين هو ده اللي لازم نشتغل عليه وهو ده اللي لازم يوفره اتحاد الكرة للجهاز الفني كل الإمكانيات علشان يبقى فيه نجاح عشان أقدر أحاسب الناس دي بعد كده ومن خلال النهاردة التوقيع لازم اتحاد الكرة ما يعديش كأس الأمم الأفريقية اللي انتهت منذ أيام بفوز كودفار على متخب نيجيريا في المباراة النهائية مروا الكرام لازم النهاردة الناس الفنيين داخل الاتحاد لازم يبقى فيه دراسات لازم نشوف إزاي كودفار كسب البطولة دي رغم فوزه في المباراة الفتتاحية وبيخسر ما تشين بعد كده بعد خروجه من البطولة ورجعه مرة أخرى وبيفوزه من البطولة ما تقوليش حظ لا حظ ده الحظ عمره ما هيجي غير للمجتهد لللي بيتعب واللي بياخد قرار صح وكودفار خدت قرار صح في التوقيت الصح بمعنى النهاردة لما تكون خسران كسبت أول مباراة تاني ما تشين مفيش أداء فيه خسارة بتخسر بربعية بتخرج من البطولة بترجع تاني مدير فني مفيش أداء فبتقيل المدير الفني الأجنبي وبتجيب مدرب وطني بيخلق دوافع بيخلق حماس معنويات جديدة للعيبة بتوصل للنهائي الحلم بيكبر لازم اتحاد الكرة يقعد على المباراة دي ويدرس القرار إمتى بيتاخد شف نيجيريا وهي بتغير طريقة لعبها من المباراة الأولى بعد كده بيرجعوا يلعبوا بطريقة حسن شحاتا اللي كنا بنلعب بها في 2006 و2018 خمسة وراء بيدفع خمسة أربعة واحد تغيير طرق اللعب علشان كده اتحاد الكرة ما يعديش هزمتنا مورو الكرام لا لازم بفيه دراسة لازم فيه قعدة لازم فيه تقارير فنية لازم اتخاذ القرار في الوقت المناسب مهم وبفكرني اتخاذ القرار بالنادي الأهلي شوف النادي الأهلي لما خسر أمام سانداونز مع مستر كولر النادي الأهلي خد القرار بإيه كابتن محمود الخطيف في التوقيت المناسب الإبقاء على مستر كولر تدعيم الجهاز الفني هو ده القرار هل ده من ناحية عاطفية لا ده من رؤية فنية الراجل ده شغال بشكل كويس الفريق تصاعدي المستوى بيعله أداء اللعبة بيعله لكن ده يوم خارج اللعبين ما فيش أداء والجهاز الفني لكن النهار ده المؤذرة والدعم استمر لما النادي الأهلي يتوج بكأس أو ببطول الدوري أبطال أفريقيا فين؟ في المغرب هو ده القرار المدروس وهو ده اللي لازم اتحاد الكرة المصري يوقف عنده طيب خلونا نروح لفاصل خلونا نروح لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم بقى عن مباراة الأهلي مع شباب بولزداد مباراة مهمة وبعثة النادي الأهلي اللي بكرة هتغادر الكاهرة بسلامة الله إن شاء الله إلى الجزائر نرجع ولكن بعد الفاصل